موسيقى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة نشرة جديدة البداية بأبرز العنوين استشهدوا مائة وثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من مائة آخرين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية رئيس الوزراء الأردني يقول إن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خط أحمر وسيعتبرها الأردن إعلان حرب من أنقرة وزير الخارجية الأمريكي يؤكد ضرورة منع توسع الحرب وإصال المساعدات إلى قطاع غزة موسيقى موسيقى أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي المستمر على غزة منذ الليلة الماضية أدى لاستشهاد مائة وثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من مائة آخرين هذا ويتوصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي والثلاثين على التوالي وشن طيران الاحتلال مائة الغارات على التجمعات السكنية في عدة أنحاء بالقطاع وأفدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن القصف استهدف مناطق في جباليا ورفح وخان يونس ودير البلح وقالت مراسلتنا أن الاحتلال استهدف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي إضافة إلى استهدف الألواح الشمسية لمستشفيات القطاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال المتحدث باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو أردينة أن الموقف الفلسطيني العربي موحد ضد التهجير القصري للفلسطينيين وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أكد أبو أردينة أن الشعب الفلسطيني يرفض أي محاولة إسرائيلية لخلق أراض بديلة لبلادهم بخصوص التهجير موقفنا وموقف مصر والأردن كان واضحا نرفض التهجير وقيل لبلينكين ذلك في عمان وفي رمالة كذلك والجانب الأمريكي بدأ يتزحزح عن موقفه السابق وقال لا يجوز الضغط على الفلسطينيين لمغادرة بلادهم أو إجبارهم على ترك بلادهم وأوضح متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو أردينة أن الولايات المتحدة لم تنفذ أي من وعودها بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفي تصريحاته للقاهرة الإخبارية أشار أبو أردينة إلى أن اهتمام الولايات المتحدة منصب على إطلاق صراح المحتجزين الجانب الأمريكي لا زال أسيرا للموقف الإسرائيلي وبالتالي ليس هناك حتى هذه اللحظة موقف أمريكي واضح تجاه وقف إطلاق النار إلى جانب أن تركيزهم الأساس هو تحرير الرهائن خاصة وأن الجانب الأمريكي يقول أن لديه أكثر من عشرة أمريكيين من الرهائن المحتجزين لمزيد من النقاش ينضم إلينا من غزة الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية مرحبا بك دكتور حسام على شاشة القاهرة الإخبارية يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والذي يدخل شهره الثاني اليوم وهناك جولات لمسؤولين أمريكيين عدة في المنطقة في محاولة ربما لوضح حد وعدم التساع رقعة هذا الصراع إلى أبعد مما هو عليه الآن أنتني بلينكين كان في زيارة ومدير المخابرات الأمريكية سيا إي ويليام بيرنز أيضا في زيارة إلى إسرائيل إلى أي مدى أو كيف تقيم هذه الزيارات هل تأتي بشيء جديد فيما يتعلق بالعدوان على غزة ما أنه ما زال مستمر رغم كل هذه التحركات دكتور حسام هل تسمعني؟ يبدو أن دكتور حسام أدجني من غزة لا يسمعني وأن هناك خللا ربما في الاتصال سنحاول العودة إليه رايتما يعني يتم إصلاح هذا الخل وتنضم إلينا مباشرة من خان يونس مرسلتنا منعوكل ما هي التطورات منذ تحدثنا قبل ساعتين؟ وكيف تبدو الأوضاع بالذات فيما يتعلق بالمستشفيات التي تعرضت للقصف خلال الساعة الماضية؟ نعم يعني عمليا ما زالت إسرائيل تستهدف بشكل مباشر منازل المواطنين قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في مقابل مستشفى السلام في السطر الغربي في منطقة خان يونس هذا الاستهداف أدى إلى سقوط أربع شهداء وعدد من الجرحة أيضا كان هناك سابق هذا الاستهداف استهداف آخر في محيط حي الأمل بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر هذا الاستهداف أيضا أدى إلى سقوط طفلة شهيدة وحوالي ثماني إصابات حتى اللحظة ما زال هناك يعني محاولات لانتشال المزيد من الضحايا من أسفل الركام أيضا في استهدافات مختلفة كان هناك استهداف لشقة سكنية في منطقة دير البلح في وسط مدينة غزة كان أيضا هناك استهدافات عديدة لعدد من ألواح الشمسية الخاصة بالمواطنين في تلك المنطقة ودعيني أشير إلى الآن التخوف الشديد من إعادة استهداف الشقة السكنية التي تم استهدافها في مبنى مكون من سبع طوابق في منطقة دير البلح لأنه وفقا لمعلوماتنا هذه الشقة ضمن مبنى سكني ضخم جدا وبالتالي تدمير هذا المبنى سوف يؤدي إلى تدمير شديد في محيطه أيضا من كل الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية والشمالية بطبيعة الحال إذن إلى جانب أيضا هذا الاستهداف كان هناك استهدافات في منطقة تل الزعتر في شمال قطاع غزة وفي محيط المستشفى الأندونيسي استهدافات عنيفة جدا وسلسلة غارات شديدة العنف في تلك المناطق طالت منازل المواطنين الأمر الذي أدى إلى وصول عدد من الشهداء والجرحة استهدافات أيضا في محيط مستشفى القدس استهدافات شديدة جدا وعدد من الضحايا وصلوا إلى المستشفى مستشفى الشفاء الطبي بين شهداء وجرحة جراء هذا الاستهداف استهدافات عنيفة أيضا في منطقة الصناعة في تل الهوى هذه الاستهدافات أدت أيضا إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحة إذن يعني عدد مناطق كثيرة من قطاع غزة شهدت ومازالت تشهد استهدافات عنيفة وفي كل لحظة هناك المزيد من الشهداء والجرحة تواقم الإسعاف تحاول التعمل بأقصى ما يمكن من مجهود لمحاولة انتشال الضحايا من تحت الأماكن القصر عمليا إذا أردنا أن نتحدث عن واقع المستشفيات الفلسطينية وتحديدا في شمال قطاع غزة مستشفى الأندونيسي خرج وتوقفت معمن عن إمدادات الطاقة والآن يتم العمل فيه بالحد الأدنى بالإمكانات المتاحة البدائية على بعض الإضاءات الخافتة أطفئت الغرف الرئيسية التي كانت تعمل غرف العمليات وغرف العناية المشددة بالإضافة إلى الحضانات وغرف الحضانات بطبيعة الحال كانت قبل ذلك قد تم إطفاء ثلاجات الموتى والأقصام الأخرى الآن المستشفى متوقف تماما عن العمل بكل شيء له علاقة بالطاقة أيضا محيط المستشفى استهداف المستمر في محيط المستشفى أدى إلى إصابة المستشفى بالمزيد من الأضرار نتيجة هذه الاستهدافات الاستهدافات أيضا طالت قبل قليل محيط مستشفى كمال عدوان هذا المستشفى الذي كان قد أعلن عن خفض الطاقة التشغيلية فيه نحو 80% وهو الآن يعمل بنسبة لا تتجاوز 20% الآن هناك قصف في محيط مستشفى كمال عدوان أيضا استهداف آخر في تلك المنطقة طالت شقق في منطقة الفاخورة والفالوجة وشرق وجنوب جباليا عمليا استهداف المستشفى لم يتوقف عند هذا الحد حيث أنه تم استهداف مستشفى الأمراض النفسية وهو المستشفى الوحيد في قطاع غزة من هذا النوع بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى تسبب أضرار كبيرة جدا وخروج المستشفى عن العمل بشكل كامل استهداف أيضا لمستشفى النصر للأطفال بوابة مستشفى النصر للأطفال أدت إلى سقوط شهدين وعدد آخر من الإصابات وأيضا كان هناك استهداف لمستشفى الرنتيسي لأطفال والأورام أيضا هذا الاستهداف أدى إلى سقوط ثماني شهداء وعدد من الجرحة إذن هناك استهدافات مباشرة هناك استهدافات ممنهجة لمستشفيات قطاع غزة بمجملها فيما يبدو أنها محاولة إسرائيلية لتقليص خيارات أهالي قطاع غزة في الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة وما إلى ذلك مونة إذا انتقلنا إلى الشق الميداني نريد أن نعرف ما هي آخر التطورات في العملية البرية التي بدأتها إسرائيل منذ أيام وفي ظل إعلان جيش الاحتلال أنه قسم غزة إلى شمال وجنوب نعم يعني هو عمليا قسم غزة إلى شمال وجنوب ولكن لهذا لا يعني بأن الجنوب لا تشهد أو لا يشهد اشتباكات عمليا دعينا نبدأ في منطقة الشمال في الشمال يعني هناك تواجد للأليات العسكرية الإسرائيلية وتوغل في عدة محاور في شمال غرب قطاع غزة بالإضافة إلى جنوب غرب مدينة غزة أيضا الخط الواصل ما بين الشمال والجنوب وما يعرف بشارع عشرة أيضا تتواجد به الآليات العسكرية الإسرائيلية محور نتساريم أيضا تتواجد به الآليات العسكرية وعلى هذا المحور يتم تفتيش كل من يحاول الخروج من مدينة غزة والشمال نحو الجنوب يتم تفتيش المواطنين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام بعد أيضا توجيه تعليمات لهم بخلع ملابسهم تحديدا الشبان وبالتالي أيضا لا يسمح للمواطنين بالتحرك هناك سوى النساء الأطفال الرجال ومعهم حقيبة ظهر صغيرة لا يسمح بأكثر من ذلك إن سمح طبعا هذا عدا عن أنه أيضا محاور الشمال الشرقي تشهد ما زالت تشهد اشتباكات عنيفة وتقدم الآليات الحربية العسكرية تحديدا في منطقة الزيتون الشجعية حيئة تفاح في شمال بيت حانون وبيت لاهيا غربا أيضا ما زالت تشارك البوارج الحربية الإسرائيلية في تشكيل غطاء على الدبابات والآليات العسكرية التي تتوغل داخل المدينة من جهة الغرب وبالتالي تلك المناطق بمجملها الآن هي محاصرة بالكامل وهناك محاولات من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية في الميدان بالوصول إلى ما يراه الغالبية محاولة الوصول إلى المستشفيات والتمركز في محيطها وتحديدا قد يكون الهدف هو مستشفى الشفاء الطبي وهذا ربما ما تؤكد التصريحات الأخيرة ومحاولات إدانة الجهات الفلسطينية بتورط مستشفى الشفاء الطبي وهذا ما يعني يتحدث الجميع عن أنه غير صحيح وغير دقيق وأنه لا يوجد في المستشفى سوى مرضى ونزحين فقط شكرا جزيلا لك من خان يونس منعك المراسلة القاهرة الإخبارية ونتمنى لك كل السلام استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية تحرك العالم لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا بينما يتجاهل مليونين واربعمائة ألف فلسطيني يختطفهم لاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ويجبرهم على النزوح وترك منازلهم تحت القصف المستمر بالفعل ونددت الخارجية الفلسطينية بحرمان الاحتلال سكان القطاع من الاحتياجات الأساسية من مياه وكهرباء وغذاء ووقود مناشدة المجتمع الدولي إكبر إسرائيل على وقف الحرب وحماية المدنيين أظهرت لقطات رصدتها كاميرات وكالة رويترز للأنباء حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة دير البلح في غزة وظهرت مبانا سكانية وقد تهدمت بفعل القصف وتحولت إلى ركام ومن غزة ينضم إلينا السيد حسني مهنة المتحدث باسم بلدية غزة مرحبا بك معنا سيد مهنة يعني نود بداية في ظل الأوضاع المأساوية الكارثية التي يعيشها القطاع منذ أكثر من شهر أن نستمع إلى إفادتك حول الوضع الآن بعد تقسيم القطاع لشمال وجنوب من قبل الجيش الإسرائيلي وأيضا في ظل غياب المقومات الأساسية لأهالي غزة يعني الأوضاع الإنسانية في اتطاع غزة تدهورت بشكل كبير جدا ووصلنا إلى مرحلة الكارثة الآن الكارثة أصبحت واقعا في اتطاع غزة وخاصة في مدينة غزة ومحافظة شمال مدينة غزة قطع الاتصال بسيد حسني مهنة المتحدث باسم بلدية غزة على أي حال قطاع أيضا يعاني من تدهور ومشاكل كبيرة فيما يتعلق به الاتصالات وخدمات الإنترنت جراء القصف وجراء قطع الجيش الإسرائيلي للاتصالات بين الحين والآخر حرم عدوان الاحتلال سكان قطاع غزة من مقاومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء ووقود وكهرباء لتتفاقم معاناته في ظل القصف المستمر منذ شهر وأجبرت الحرب سكان القطاع على البحث عن بدائل لمواجهة متطلبات الحياة فلجأوا إلى مياه البحر من أجل الشرب والاختسال والنظفة غزة حرمت من الحياة وسلب من أهلها حق الحلم بمستقبل آمن ومستقر فأصبح كل شيء على أرضها عبارة عن ركام وباتت كل عائلة بها مكلومة تبكي ذويها من الشهداء والجرحى والمفقودين هذه ليست المعاناة الوحيدة التي يواجهها سكان القطاع فمن ينجو من قصف الاحتلال يعجز أمام نقص مقومات الحياة البسيطة من مياه وكهرباء ووقود ناهيك عن المأوى فالجميع صار إما نازحاً أو لاجئاً أو مشرداً بانتظار المجهول مش ملاقين مياه ولا ملاقين حاجة ولا ملاقين لقمة لقمة ناكلها مش ملاقينها بنقف طوبير عباب المخبز مرار بنديب ومرار بنديبش مرار بنأخذ من الديران خبز واكلوا شروب إحنا لا جئين جينا على المدرسة ما فيش مياه جينا نخسل أوعينة ونجلة جينا نحبي مياه من البحر نخسل أوعينة وغاد بجيبوش المياه غاد بس يومين تلاتة لبس نجيبوه المياه السكان صاروا يستخدمون مياه البحر بغرض الشرب والاغتسال والتنظيف وللتخفيف من وطأة ملوحتها يلقؤون لغليها بهدف فصل المياه عن الملح عن طريق التقطير حرب يعيشها قطع غزة منذ شهر ويخشى السكان امتدادها لأكثر من ذلك وتستمر معها الكارثة الإنسانية التي حرمتهم من الإنجاب ومحت ذكرياتهم وجعلت بيوتهم ركاماً وأنقاضاً عودة مرة أخرى إلى السيد حسني مهنة المتحدث باسم بلدية غزة منضماً إلينا من مدينة غزة تفضل سيد مهنة كنا نود أن نستطلع مشاهدتك لما يحدث الآن يعني نقول أننا نتحدث عن واقع مدينة غزة وشمال مدينة غزة الواقع صعب جداً لوضاع الإنسانية كارثية أصبحت الكارثة واقعة اليوم وتشتد يوماً بعد يوم نتيجة الإجراءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المتواصل والغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينة غزة في كل دقيقة هناك قصف إسرائيلي على مناطف مختلفة من خطاع غزة أيضاً الاحتلال الإسرائيلي ومع بدء عملية التوغل البري على مدينة غزة وشمال خطاع غزة قام بقطع الطرق المؤدية إلى مدينة غزة ما أثر عن قطع الإمدادات بشكل كامل عن مدينة غزة وخطاع غزة وأيضاً منع عملية الدخول والخروج من وإلى مدينة غزة وشمال الخطاع هذا الأمر تسبب في تكدس أعداد الشهداء وتزايد أعداد الشهداء بشكل كبير جداً وتكدسها داخل المستشفيات بالإضافة إلى تكدس أيضاً أعداد الجرحة مرة أخرى انقطعت صالبي السيد حسني مهنة لأيت حال أشكره شكراً جزيلاً كان معنا من مدينة غزة يعني النازحون في مخيم اللاجئين بجنوب قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء نقص المياه والغذاء والإمدادات الطبية هذا فيما يستمر تجاهل إسرائيل للمطالب العالمية بفرض هدنة إنسانية وهو ما يتسبب في تناقص لاحتياجات الأساسية باستثناء كميات محدودة للغاية من المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر خيام بسيطة مدعومة بأعمدة خشبية متهالكة هي كل ما يملكه النازحون في مخيم اللاجئين بجنوب قطاع غزة فالوضع الإنساني يزداد تدهوراً والأزمة تزداد تفاقماً مع مرور كل يوم في المخيم كما في كل مناطق القطاع وبالرغم من دخول شاحنات المساعدات مؤخراً إلى القطاع المحاصر إلا أنها تبقى ضائلة جداً ولا تلبي الاحتياجات الأساسية من المياه النظيفة والغذاء وفق ما تؤكده منظمات دولية كما أن عملية توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية تواجه عصارات بسبب ركام المنازل الذي خلفه القصف العنيف والنقص الشديد في الوقود فوق 30-40 نفق في كل خيامة فيه خيام 60-70 الأولاد كلهم السعلة اللي هو النزلة معاوية كل الأولاد أصبتهم حبوب حكة صار فيهم من كتر التكدس اللي إحنا فيه الظروف السيئة أكبرت السكان على طهو الطعام بطرق بدائية تعتمد على الحطب ما أصفر عن ارتفاع أسعار الحطب المخصص للطهو والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء اللاجئون أكدوا أن انخفاض درجات الحرارة والمياه الملوثة ونقص الإمدادات الطبية جعل من سوء التغذية والعدوى بين الأطفال مشكلة خطيرة تتفاقم بشكل سريع ومستمر نعاني من كتير معانات من الصحة هان لأنه في الشئية المياه ملوثة الطعام ملوث كل شيء هان الهواء حتى ملوث يعني كل في الشئية مقومة من مقومات الحياة في هذه المخيمات طبعا أنت يعني طبعا جاينا في فصل الشتاء نعاني من برودة الطقس من جميع هذه المشاكل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتين جريفث أفاد أن أكثر من واحد ونصف مليون شخص أقبروا على الفرار من منازلهم ويلقأ نصفهم تقريبا إلى خيام مؤقتة حددتها الأمم المتحدة حياة أشبه بالموت تفتقر لأبسط المتطاقات طلبات الإنسانية يواجهها سكان غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي العنيف فإما العيش في الشوارع أو اللجوء لأحد مراكز النازحين وفي كل الأحوال لا مفر من مواجهة الموت كل لحظة استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون وذلك بمدينة القدس المحتلة وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص باتجاه شاب في شارع صراح الدين بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن بينما أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإصابة اثنين من المجندين في حادث الطعن كما أفادت مراسلتنا بأن شرطة الاحتلال أغلقت العديد من الشوارع المؤدية إلى محيط المسجد الأقصى وفي الخليل بالضفة الغربية المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حلحول وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام البلدة أشارت المصادر لأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب الشباب الفلسطيني كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختنق أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيل يعتقل سبعين فلسطينيين على الأقل الليلة الماضية من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقال النادي أن عدد المعتقلين ارتفع إلى نحو 2150 منذ السابع من أكتوبر الماضي في ظل الاقتحامات والمدهمات اليومية لجيش الاحتلال للضفة الغربية والقدس المحتلة طلب رؤساء 18 منظمة ووكلة أممية بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة وفي بيان مشترك نادر بشأن الوضع في غزة أعرب رؤساء المنظمات والوكلات الأممية عن غضبهم من عمليات القتل المروعة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين في غزة وجاء في البيان أن شعب غزة يتعرض بأكمله للحصار ويحرم من الوصول إلى العناصر الضرورية للبقاء على قيد الحياة ويقصف السكان في منازلهم وفي الملاجئ وفي المستشفيات وأماكن العبادة كما أكدت المنظمات والوكلات الأممية ضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لمساعدة السكان أكدت مديرة إدارة الإعلام في برنامج الأغذية العالمي أمين القريعي للقاهرة الإخبارية أن المواد الغذائية في قطاع غزة تكفي لمدة خمسة أيام فقط وأضافت أن البرنامج لديه ألف طن من المساعدات الغذائية وأرسل بالفعل ثلاثا وأربعين قافلة إلى قطاع غزة المواد الغذائية الأساسية المتاحة حاليا داخل قطاع غزة تكفي لمدة خمس أيام فقط وفيما بعد ذلك ماذا سيتم؟ برنامج الأغذية العالمي في بداية المشكلة قمنا بإرسال مساعدات غذائية على معبر غفح كان لدينا أكثر من ألف طن من المساعدات الغذائية على المعبر على استعداد للدخول بمجرد السماح بدخول المساعدات وبالفعل تم إدخال أكثر من 43 حافلة محملة بالمساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي وسنستمر في إرسال المساعدات لكن الوضع يتفقم يوم بعد يوم ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية نقلا عن وزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة ستبلغ إلى ما يصل إلى نحو 200 مليار شكل وأوضحت الصحيفة أن تقدير التكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا طبول الحرب التي قرعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ارتد صدها في قلب تل أبيب لتتزوق مررة قسائر اقتصادية لم تعهدها من قبل وفقا لأرقام أولية لوزارة المالية الإسرائيلية ستبلغ تكلفة الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة ما يصل إلى 51 مليار دولار التكلفة الأولية تستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على قطاع غزة فقط والعودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيده في قوات الاحتياط إلى العمل صحيفة كالكاليستر الإسرائيلية قالت إن نحو نصف التكلفة سيتجه إلى نفقات الدفاع وتتوزع باقي التكلفة ما بين الإرادات وتعويدات للشركات وإعادة التأهيل في غضون ذلك توقعت مؤسسة جي بي مورغن للتصنيف الاعتمالي انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على الأقل عما كان الحال عليه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ومع اشتعال الحرب في قطاع غزة تواجه حكومة نتنياه نقصا في العمالة في ظل طردها آلاف العمال الفلسطينيين وهروب آلاف الأجانب لتزداد الأوضاع صعوبة لا سيما في القطاع الزراعي قبل الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي كان يعاني حالة تعثر كبيرة إثر صراعات سياسية خلفها نتنياه لحكومته عقب إقراره مشروع قانون يحد من صلاحيات محكمة العدل العليا وفي الوقت الحالي يواصل الاقتصاد الإسرائيلي طريقه إلى حافة الهاوية مع استمرار التصعيد في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي طرحت دوائر سياسية غربية سيناريوهات عدة لمرحلة ما بعد الحرب أبرز هذه الطرحات نستعرضها مع دينا سالم دينا قد يظن البعض أنه من المبكر الحديث عن ما بعد الحرب لكن بالفعل هناك من يتحدث عن سيناريوهات؟ هذا صحيح جدا يدينا هناك عدة سيناريوهات يتحدث عنها المراقبون منذ بداية هذه العمليات قبل شهر تقريبا إذن مشاهدين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع الاحتلال هدفا بالقضاء على الفصائل الفلسطينية ومع تطور الأحداث في المنطقة بعد حشد الجيش الإسرائيلي واستدعائه 350 ألف جندي احتياطي موزعين على الحدود اللبنانية وأيضا على أطراف غزة يظل مستقبل القطاع مفتوحا أمام عدة سيناريوهات تقارير غربية تحدثت عن طرح سيناريوهات حول مستقبل غزة بعد الحرب وجاء في أولها أن تستولي إسرائيل على كامل قطاع غزة بعد أن كانت مسيطرة عليه حتى عام 2005 بينما استبعد مراقبون آخرون هذا السيناريو نظرا لمعارضة حلفاء إسرائيل الغربيين لإعادة احتلال قطاع غزة أوضح خبراء أنه حال حدوث السيناريو الأول فإن قوة الاحتلال ستتحمل مسؤولية القطاع بالكامل حتى من الناحية المالية أما السيناريو الثاني فهو أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة ويرى مراقبون أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دورا مهما في مستقبل القطاع السيناريو الثالث يطرح إمكانية أن تكون هناك سلطة مدنية فلسطينية مختلطة تضم ممثلين من شرائح مختلفة للمجتمع الفلسطيني مثل رؤساء البلديات المحليين وقال مايكل ميلشتن العضو السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية إنه من غير المحتمل أن هذا الأمر سيواجه الكثير من التحديات نذهب إلى السيناريو الرابع الذي طرحه أستاذ السياسة الدولية الألماني ستيفان ستيتر أشار إلى أن الأمم المتحدة قد يمكنها من النحيط النظرية أن تتولى زمام الإدارة في قطاع غزة لكنه اعتبر أن حدوث ذلك يعد غير واقعي وأن الحصول على تفويد من الأمم المتحدة بشأن ذلك سيكون أمرا صعبا أيضا أما السيناريو الآخر ستيفان ستيتر فيقدم من خلاله طرحا مختلفا وهو أن تتولى دول عربية أخرى إدارة قطاع غزة إلى جانب السلطة الفلسطينية إذن مشاهدين مع طول مدة العدوان على قطاع غزة وعدم قدرة إسرائيل حتى الآن على اتخاذ قرار بشأن هجومها البري الواسع والذي تلوح به بين حينا وآخر وسط عمليات تواغل محدودة من الصعب التكهن بأي سيناريو قد يتحقق لأن مشاهدين عودة من جديد إلى الزميلة دينا زهرة لاستكمال ملفات النشرة إليك يا دينا شكرا جزيلا لك يا دينا إلى العراق مشاهدين حيث نظمت مجموعة من الفنانين العراقيين في البصرة فعالية فنية تشمل لوحات تصور مشاهد من العدوان الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة قال الفنانون أنهم نظموا هذه الفعالية تضامنا مع الفلسطينيين في غزة المشاهد المأساوية وصراخ الأطفال في غزة كان كفيلا لأن يدفع فناني البصرة بالعراق إلى توثيق كل تلك اللحظات حتى تكون شاهدا على انتهاكات الاحتلال الذي لا يعرف طريقا للإنسانية الدافع الأهم والأكبر لهذا العمل هو ما يتعرض له السكان الأبرياء من عملية تدمير وتحملهم لكل أصناف الأسلحة والقنابل والصواريخ حاولنا نعلق نواسيهم ولو بشيء بسيط عملنا الفني عملنا الثقافي عسى ويعا أن تصل الرسالة إلى العالم أجمع مجموعة من الفنانين العراقيين نظموا فعالية لرسم أعمال فنية تصور مشاهد الحرب تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وحتي تعبر عن الحالة الإنسانية أطفال فلسطين وتشير إلى أطفال فلسطين وهم محلقين في السماء وأشرت إلى الدم لأطفال الأبرياء التي حطمت أحلامهم في فلسطين وتلك المرأة التي تودع أطفالها هكذا استطاع الفن أن يصف عمق ما وصلت إليه الأمهات الفلسطينيات فالقهر لم يقف عند فقدان الزوج أو الأخ بل وصل للرضيع فتحولت أطفال فلسطين لطيور تزين جنتها لتتحول غزة إلى لوحة مؤلمة أفاد مراسل القهيرة الإخبارية بوصول 12 حالة من الجرح الفلسطينيين إلى معبر رفاح وذكر أيضا أن هناك 15 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة دخلت إلى الجنب الفلسطيني من معبر رفاح البري وأوضح أنه بذلك يصل إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت اليوم إلى 50 شاحنة يأتي ذلك في ظل تنصيق مكتف بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لدعم قطاع غزة هذا ويواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات من العديد من دول العالم تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة وأفاد مراسل القهيرة الإخبارية بوصول طائرتين مساعدات كويتية ويونانية على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي القطاع كما استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من إندونيسيا لنقلها إلى غزة قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فاندرلين إن الاتحاد الأوروبي سيزيد المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو وأضفت في كلمة ألقتها في بروكسال إن الاتحاد الأوروبي سيقدم إجمالا 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة لقد قمنا بالفعل بمضاعفة مساعداتنا لغزة ثلاث مرات واليوم يمكنني أن أعلن أننا سنزيد المساعدات الإنسانية لغزة مرة رابعة بمقدار 25 مليون يورو ومن خلال القيام بذلك سينفق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة أعلن رئيس الوزراء الأردني بشي الخصونة أن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حار وأكد الخصونة أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرك في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعياته وشدد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة وقف الحصانة والحماية التي تعطي لإسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين وأكد أن استمرار العدوان الآثم على غزة يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي قبيل مغادرته أنقرة أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين ضرورة إيصال المساعدات إلى سكان غزة ومنع توسع دائرة الصراع وأوضح بلينكين أن واشنطن تدرك حجم القلق بشأن عدد الضحايا الكبير من النساء والأطفال في قطاع غزة وتتواصل مع إسرائيل للتخفيف من الضحايا المدنيين مصدر القلق الأساسي لنا هو حماية النساء والأطفال والمدنيين في غزة ونحن نعمل يوميا ونشارك جميع الأطراف في النقاش والمنفاوضات ونعمل بشكل مكثف كما قلت لإدخال المساعدات الإنسانية داخل غزة ولدينا أثر ملموس في إحداث ذلك وسوف يستمر ذلك في التوسع في الأيام القادمة أن تصل المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها هذا وتظاهر المئة من الأتراك في محيط وزارة الخارجية التركية وقد ندد المتظاهرون بزيارة وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لأنقرة وأعربوا عن رفضهم للدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياعي السوداني أن المجتمع الدولي فشل في الإفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة وقال السوداني أن العراق يواصل اتصالاته مع جميع الشركاء من أجل وقف إطلاق النار في غزة جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء العراقي مع رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران وقال السوداني أن وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد هو الخطوة الأولى لمنع تساعي رقعة الصراع في المنطقة بأسرها من جانبه أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الدعم الغربية لإسرائيل أعطاها ضوءا أخضر لارتكاب مجازر ضد المدنيين قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء جميع دبلوماسيها من إسرائيل للتشاور على خلفية العدوان على قطاع غزة وأوضحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أن هذا إجراء يتم اتخاذه عندما يكون الوضع مثيرا للقلق وأشارت إلى أن الدبلوماسيين سيقدمون إحاطة كاملة عن الوضع للحكومة في جهانسبرغ دعت موسكو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العمليات القتالية لحماية المدنيين كما دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إلى استئناف المفاوضات لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في المنطقة وأشارت الخارجية الروسية إلى ضرورة وحدة الصف الفلسطيني مطالبة القوى العالمية بضرورة وقف التجاوزات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس قال وزير الخارجية نرويجي اسبين بارت أيدي أن أوسلو تبحث سبل إحياء قناة ديبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين لإيجاد حل سياسي لاصطراع المستمر منذ عقود في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجماتها على غزة وأشار أن هذه الحرب تؤكد للجميع بأنه لا يوجد حل دائم لهذه الحرب سوى حل الدولتين مضيفا أن الوضع المأساوي في غزة يدفع بأن يتم إعادة العملية السياسية إلى مصارها الصحيح بشرط ألا تمتد الحرب في غزة إلى بلدان أخرى في الشرق الأوسط قال منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أن المأساة التي نشهدها في الشرق الأوسط هي نتيجة فشل سياسي وأخلاقي جماعي في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصلي على قطاع غزة وقد أضاف بوريل في تصريحاته أن القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية ودعا بوريل الأوروبيين إلى أن يقدموا ما هو أكثر من الدعم الإنساني مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي أمام اختبار للمصدقية قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن عدد القتل الفرنسيين منذ أحداث السابع من أكتوبر ارتفع إلى أربعين قتلا وأضافت في تصريحات صحفية أن هناك ثمانية مواطنين فرنسيين مازالوا في عداد المفقودين مشيرة إلى أنها تعتقد أن بعضهم ضمن رهاء لدى حماس على جانب آخر أعلنت الصين وأنها ستبذل قصار جهدها لاستعادة السلام في فلسطين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقالت الخارجية الصينية تعليقا على رئاسة الصين لمجلس الأمن أن بكين ستعمل على بناء توافق في الأراء وتبني إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأزمة الحالية وقد سحبت بريطانيا بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان بشكل مؤقت كما نصحت البريطانيين بعدم السفر إلى هناك وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن الإجراء يأتي في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وتبدل إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان وحثت الوزارة البريطانيين في لبنان على المغادرة في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة في الأثناء لا تزال حدود لبنان الجنوبية ساحة للقصف المتبادل بين قوات الاحتلال وحزب الله منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي هجوم طفان الأقصى على إسرائيل التي ردت بعدوان غير مسبوق على قطاع غزة المحاصر وفي غضون ذلك استهدفت مسيرة تابعة للإحتلال الإسرائيلي سيرتي إسعى في بلدة طير حرفة بجنوب لبنان بعد مرور شهر على عملية طفان الأقصى شهدت الجبهة اللبنانية تصيداً مع دخول حزب الله على خط المواجهة وتصيد العدوان على قطاع غزة المنطقة الحدودية بجنوب لبنان تشهد توتراً ملحوظاً حيث تعرضت أطراف بلدات علم الشعب ومروحين والإظهيرة والنؤورة واللبونة لاشتباكات متبادلة بين جيش الاحتلال وقوات حزب الله اللبنانية وفي إطار القصف الإسرائيلي العنيف استهدفت مسيرة تابعة لجيش الاحتلال سيارتي إصعافة بأطراف بلدة طير حرفة في جنوب لبنان ما أسفر عن إصابات في صفوف المسعفين بالتوازي مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان في المقابل أعلن حزب الله إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية الجنوبية وكذلك استهداف موقع جنود إسرائيليين على الحدود في حين ردت قوات الاحتلال عقب ذلك بقصف مدفعي على كافركلة وتلة الحمامس يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن أي خطأ سيكلف حزب الله ثمناً باهظاً فيما أكد البيت الأبيض أن على حزب الله أن لا يسعى إلى استغلال الحرب في غزة محذراً من اتساع رقعة الصراع في لبنان ومع استمرار التوتر على الحدود اللبنانية مع إسرائيل فرض التصايد في غزة إذن تحديات أمنية إضافية على لبنان الذي يعاني منذ سنوات أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية هشة في شأن المختلف أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه اتفق ورئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميردت على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان تم تأكيده على دور مصر وجنوب السودان المحوري في الأزمة السودانية كما اتفقنا على دعوة مختلف الأطراف السودانية لتغليب المصالح القومية العليا للسودان على أي مصالح فردية أو تدخلات خارجية من شأنها تعميق المشكلة أو زيادة حدة معالاة الأشقاء السودانيين وإطالة أمد الأزمة ولقد أكدنا أن دور مصر وجنوب السودان محوريه في الأزمة السودانية مع ضرورة عدم إغفال ذلك في أي مبادرات أو مساعي مطروحة لتسوية الأزمة لا سيما وأن الدولتين هما الأكثر فهما لطبيعة الأزمة وتشابكاتها القبلية وأكدنا كذلك محورية مصار دول الجوار ونتائج اجتماعاته في تسوية الأزمة وأوضح رئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن المباحثات تناولت أيضا الجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل كما أضاف السيسي أنه تم استعراض تطورات خاصة بملف سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بشأنه تناولت المباحثات أيضا تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري وبهدنا المشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل وأكدت رؤية مصر المستندة إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حيال جميع الشعوب دول حوض النيل كما استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة ومسار المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مززم بشأن ملء وزيل السد شاهدين الكرام إلى هنا تنتي هذه النشرة لم يتبقى سوى التذكير بالعناوين استشهدوا 103 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية رئيس الوزراء الأردني يقول أن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة فط أحمر وسيعتبرها الأردن إعلان حرب من أنقرة وزير الخارجية الأمريكي يؤكد ضرورة منع توسع الحرب وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة إلى هنا مشاهدين الكرام نختتم مع حضراتكم هذه الساعات الثلاثة من التغطية لكل مجريات الأمور في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها ودائما التغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية بعد قليل تلتقون الزميلات فيروز ميكي وداليا ناجاتي لمتابعة المزيد من الأخبار شكرا لكم اشتركوا في القناة